ضع الخل على الزيت والنتيجة راح تصدمك بس طبعا لازم تتبع الخطوات اللي بانا بقالك اياها متل ما شايفين انا عندي هون زيت لونه بني وقالي فيه اجاج او اذا انتو قالين فيه سمك لكن شو راح تعملوا اول خطوة تتبعوها من صف الزيت بهيدا الشكل بتجيبو شقفي او محرمات حتى ينزل كل الزيت ومنكيب كل الاوساخ يلي بتكون بقلب الزيت من بعد هيدا المرحلة منديف ما يقارب ملعة فقد من الخل ومباشرة شو منعمل منروح منتقل على الغاز ومندور الغاز منخليه تحتى يفور تحتى يغلي تحتى يصور مثل النار بس هو عن النار ما منفتح الغطا من فوق ابدا من بعد ما يغلي كتير منيح منطف الغاز تحته منطره تحتى يبرد منرجع منحطه بقلب المرتبان نرجع منستعمله مرة تاني فهيدا العملية فينا نكررها تلات مرات فقط واخر شي من كب الزيت هون متل ما شايفين كيف صار هون الخل بلش يتفاعل بس طبعا احنا ما منفتح الغطا بهيدا الطريقة ازا حبيتوها لهيدا الفكرة عملولي لايك وشاري وكومنت حتى شوف قرائكم وبعتوها لغيركم حتى يستفيد متل ما بتعرفوا هلا الغلا صار فاحش وانا نضاين الزيت عنا نستغله بكذا مرحلة هلا هون من بعد ما هيك هدي شوية رح فرجيكم كيف رجح الزيت جديد من اول وجديد هلا رح انطره تحتى يبرد وارجح حطه بقلب المرتبان تحتى مرة تانية استعمله شو رأيكم اكتبوه لتحت بالتعليقات